بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد بناء على طلب الكثير من حضراتكم جهاز سيناتور القبطان او الكابتن الجديد اللي هم بيدعن هو بتقنية الفوركي منذ بداية الامر هكذا هذا الجهاز ليس بتقنية الفوركي اطلاقا وهذا ما سنثبته في هذا الفيديو ان هذا الجهاز بتقنية التوكي اللي هي اقل من الفوركي او نصف الفوركي وحتكون اثبات بشكل تقني هذا الفيديو مقسم الى الجزء الخاص بمميزات ومحتويات هذا الجهاز والجزء الخاص بعيوب هذا الجهاز اذا كنت انت من رجال الاعمال ووقتك سمين والدقيقة لديك من زهب فازهب مباشرة الى الجزء الخاص بالعيوب لتتابع الحكاية بوضوح فاهلا بكم في قناة ابراهيم سعيد احب ان اوضح نقطة في بداية الامر قناتنا العزيزة كانت مهددة تهديد كبير والحمد لله مر الخطر عن هذه القناة استمرينا ثلاث شهور كنا نرسل اليكم فيديوهات لايف على استحياء عدنا من جديد الى المراجعات هذا الجهاز قمت بشراءه بناء على طلب حضراتكم واي جهاز ستم الاشارة اليه ساقوم بشراءه باذن الله ونضع اليه مراجعة ونضع هذا الجهاز على المفرمة اذا كان يصحق الشراء او لا فما هو الا عليك ان تنضم الى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا اللي موجودة في وصف الفيديو ستجدني متواجد بشكل مستمر على التليجرام وعلى الواتس اب ومؤخرا على تويتر يا صديق الخليجي هتلاقيين على تويتر هناك كل اللينكات في وصف الفيديو اولا المميزات ومحتويات هذا الجهاز المحتويات هذا الجهاز الكرتونة الخاصة بالجهاز تقفلها ممتاز جدا خامة الكرتونة ممتازة لكن دائما ما اطلب من الناس اللي هم بيصنعوا الكرتين دول اللي هم يعملون طبقة بلاستيكية على الكرتونة من الخارج حتى يظل الكرتونة محتفظة براونكها نظرا لظروف الشحن لما الجهاز بيتشحن بيجرب شوية جده فده طبعا راجع لان الطبقة البلاستيكية اللي على الكرتونة مش موجودة ممكن واحد يعتبرها هتفها ولكن يعني نحب نذكر بيها الموضوع لو اتعمل يكون افضل البوكس الخاص بالجهاز بوكس جيد جدا ستجد من الاعلى زرار من اجل ان تقلب القنوات وزرار الباور ومن الخلف ايضا مدخل يو اس بي وحيد ومدخل ايثر نت ومدخل الباور 12 وايضا مدخل الار اس للسوفتات ومدخل الاتش دي اما اي ومدخل الاي ار للعارض ومدخل اوبتيكال للصوتيات لمنظومة الصوت ومدخل الاشارة يا سادة هذا الجهاز ممكن الكثير من حضراتكم يتفاجأ ان الجهاز بيأتي بمدخل يو اس بي واحد وده راجع من احد عيوب هذا الجهاز اللي هنذكرها بعد قليل وليه الجهاز ده يو اس بي واحد مش اتنين من الامام ستجد شاشة ديجيتال من اجل ان تعرض اليك الاركام الجهاز ايضا جيد جدا من امن ناحية التصميم الجهاز جيد جدا الجهاز يأتي باثنين تحكم خامات الرمودات ممتازة جدا وملمس الزراء الرائع ففي هذه الفئة ايضا من اجهزة معالج علي تأتي بهذه الرمودات اللي هي رمودات احترافية جدا يا سادة لا تقل قيمة هو قوة عن رمودات الشاشة مدخل اتش دي ام اي شعبي رضيء لا يتلائم مع الجهاز اطلاقا اه ده لازم لا محالة انك تكون بشراء كابل اتش دي فور كي كاما انضف من هذا لان هذا الكابل يعني كابل شعبي يفضي بالغرض لو انت عندك نايل ساب بس وعايز تشغل ان اما راجل عندك اقمار لازم تفكر في كابل احترافي غير هذا الشاحن اللي موجود مع الجهاز الادوبتور الشاحن مضحك جدا يعني شاحن شعبي خالص شفنا احنا الشواحن اللي كانت مع الجهزة العالية شواحن نضيفة جدا زي اجهزة الميديا ستار واجهزة الجوين واجهزة ستار سات طالما انت ذهبت لهذه الفئة وان هذا الجهاز ب1600 جنيه او بحوالي 100 دولار لابد ان تأتي بشاحن احترافي هذا الشاحن سيء ورضيء ويؤدي ايضا الى ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل مبالغ فيه الجهاز يأتي بالسوفتوير الزهبي هذا كما ظاهر امام حضركم وسوفتوير مشهور عن جزة جي اكس الخاصة به سيناتور بهذا اللانشر فالجهاز هذا يأتي برامة اربعة ويأتي بفلاش 16 ويأتي بمعالج الي المميز في هذا الجهاز التأفيل محترم جدا الحقيقة تقال تأفيل الجهاز ممتاز جدا من ناحية الكارتونة او الخامات الجامعة الجهاز يعاب فقط على الادوبتور ويعاب على ايضا كابل الHDMI دي بامكانك انك تحصل على ادوبتور احترافي او HDMI اكسر قوة من هذا ومن مميزات هذا الجهاز ايضا انه يأتي بقنوات صوتية مفتوحة المود فكما هو واضح امام حضركم السوفت يعني معروف او مألوف لكثير من حضركم تقدر تربط على الانترنت تقدر تزبط اعدادات الشاشة تقدر تخش على معلومات الجهاز كلها حاجات افتراضية بسيطة لان الجهاز ليس دعم لنظام الاندوريد الجهاز بنظام اللينكس المحدود الخاص بمعالجات بعينها التي لا تستطيع ان يدمج عليها نظام الاندوريد بتقنيات الرأي بعد ان ذكرت اليكم المميزات اللي حاولت ابحث عليها في هذا الجهاز وهي دي المميزات اللي انا قلتها لحضركم تعال نشوف العيوب فركز معا يا صديقي جيدا لان العيوب دائما في اي جهاز هي اللي بتخليك تحدد هل انا كمستخدم عادي ساتقبل هذه العيوب واتغادى عنها واشتري الجهاز لان ما فيش اي حاجة تقنية في العالم كاملة مستحيل تلاقي مبايل في كل المميزات حتى لو ايفون ابو تلاتين الف جنيه حتى لو جايب شاشة بمية الف كل ده بيبقى في عيوب هل انت كشخص عادي العيوب دي هتبلعها وتتقبلها ام انها عيوب قاتلة اول عيوب موجود معانا في هذا الجهاز ان هذا الجهاز ليس فور كي هذا الجهاز تو كي هقول لك يا صديقي لابد ان تعلم نقطة جيدة في حاجة في اي جهاز الكتروني بيخرج صوت وصورة سواء كمبيوتر او موبايل او شاشة او اي حاجة بتخرج صوت وصورة بيبقى فيها حاجتين بيبقى موجود فيها المعالج وحدة المعالجة المركزية موجود فيها كارت الرسوميات اللي هو الجي بي يو اللي هو كارت المسئول عن معالجة ايضا الصوت والصورة مع المعالج عملية تكاملية كده بش حنخش فيها وانعقد نفسنا معالج علي الموجود هنا في هذا الجهاز هذا المعالج يا صديقي بيقدر ان هو يعالج الفور كي يستقبل الفور كي بس ما يقدرش يخرجه فور كي فهذا الجهاز كما هو واضح امام حضرككم ان هذا الجهاز بيخرج تو كي واضحة هي في الصفت امام حضرككم الجهاز بيخرج تو كي ايه بيخرج تو كي مضغوط بتقنية الاتش امتين خمسة وستين يعني مش تو كي بيور ده بيخرج تو كي مضغوط اللي ساعد المعالج ده انه يقدر يعالج قنوات الفور كي هو يعالج هالة فبياخد الموجات الكهرومغناطيسية من القمر الصناعي ترجمها الى داتا الداتا دي بيضغطها عشان الجي بيو ما يقدرش يعالج معاه الفور كي فيقدر في النهاية ان هو يخرجها لك اتش امتين خمسة وستين تو كي يعني صورة مضغوطة مش بيور مضغوطة تو كي ياريتها تو كي بيور والمصنع مكدبش فالمصنع كتب لك في قلب السوف ان الجهاز فور كي تو كي تفسيرها ايه ان الجهاز فعلا لما تيجي تقف على قناة فور كي على اي امر هيشغلها اذا كانت قناة مجانية او مشفرة الفوريفر بقى يجيبها فحيحصل ايه هياخد المعالج الصورة يا جده يخرجها لك تو كي فحيطلع احد الجهاز او اخر يقولك عم ابراهيم تم ممكن الموضوع ده يتعدل في سوفتوير قادم اقولك الاجابة لا هذه معضلة في الهاردوير لا يمكن تعدل وعلى رأي الدكتور بتاعنا في الجامعة كان بيقولك للامانة العلمية للامانة العلمية هذا الفرق لن يلاحظه الا اصحاب الشاشات العملاقة ستين بوصة سبعين بوصة في الشاشات العملاقة عشان نكون يعني اه اه حطين كل حاجة في مكانها الصحيح ممكن انت تشتري الجهاز بس ما يكتبش عليه فورك والله انت لو كتبت عليه ان الجهاز يا جماعة حتى فوركي زي ما مصانع بتعمل حتى هنعرف نمك الجهاز الجهاز ليس فوركي اطلاقا اما العب رقم اتنين الموجود في هذا الجهاز هو اعتبر من العيوب ايضا التي غالبا لا يمكن تصلح ان هذا الجهاز بيبسلك تو كي خمسة وعشرين فريم يعني خمسة وعشرين فريم يا صديقي او يا جدو السلمة زمان ما كانت السلمة كان بتبقى عبارة عن صور عشان يعمل لك تلاتاشر صورة وبعض فالمشهد يتحرك اللي انت بتشوفنا عليه دلوقتي الكمبيوتر او الموبايل بتاعك بيعمل العبارة الفيديو ده عبارة عن صور وراء بعضها انا الان بصور بتلاتين صورة في الثانية تلاتين صورة في الثانية انت عنيك ما بتشوفهمش فبيتكون لك الفيديو تب يا عم ابراهيم ده هتفرق معنا ايه ما ينفعش يكون جهاز تو كي او فور كي اصلا ما ينفعش الا عن ستين فريم في الثانية ستين صورة في الثانية تب ده هتفرق معنا في ايه عم ابراهيم هتفرق في السلاسة هتفرق في افلام الحركة في مطشات الكورة السريعة هتحس ان فيه حاجة مش مريحة للعين الكورة مش مشة سموس ومش هتشوف التفاصيل عشان كده دلوقتي في عالم الموبايلات وعالم الكمبيوتر بنتكلم على مية وعشرين فريم مية وعشرين صورة في الثانية الواحدة فبتحس بكمية التشبع في التفاصيل الخضرة بين خضرة اللون باين لون زي ما هو اللاعب بيجري حركته كأنك بتشاهده من ارض الملعب فهذا الجهاز لن يستطيع ان يقدم اليك الحركة الانسيابية اللي لو انت ركست عليها هتكون مزعجة جدا للعين وايضا على رأي الدكتور اللي كان بيدرس لنا في الجامعة وللامانة العلمية لن يلاحظ اي شخص هذا الفرق الا اذا كان هذا الشخص متعود على المشاهدة على ستين فريم لو انت رحت شاهدت على ستين فريم هتحس اني هاجبوا كلب على رأي جماعة في السعودية موضوع الخمسة عشرين فريم ده وده بيظهر ايضا في الموبايلات لو انت معاك موبايل بتاع مية وعشرين فريم هتلاقي الموضوع فرق كبير تعال استخدم موبايل ستين هتحس ان فيه لاج بيحصل قدامه فهي عملية تعود فهذا بالنسبة لي عيب مزعج جدا اما العيب رقم ثلاثة اللي موجود معانا هو ان هذا الجهاز يا صديقي يأتي بمعالج علي كما ذكرنا ولكن معالج علي حتى هذه اللحظة ثبت فشل زريع في القنوات الصوتية في ترحيل بيحصل في القنوات الصوتية يعني مثلا حشاك الشيرينج طبعا انت يا جدو لو مش عندك شيرينج مش هتفهم النقطة دي مش مهم يا جدو مش كل حاجة لازم تفهمها يعني يا جدو فحط لايك واشترك في القناة يا جدع المهم يا جدو الحكاية هنا ايه ان انت لو عندك اقمار وعاشق للشيرينج وقنوات الصوتية لهذه الاشياء فلن تستفيد من قنوات سيناتور الصوتية الرائعة لان هذا الجهاز بيحدث فيه ترحيل ترحيل للصوتيات يعني تبقى تبقى مثبت مثلا تايم شيفت على 8 ثواني شوية تلاقي يوصل 15 شوية تلاقي يوصل 20 فيه تخريف في التايم شيفت ده ممكن يتعالج بصفت ممكن ولكن معالج عالي معالج قديم وحتى هذه اللحظة لم يحل هذه المشكلة هل حيقدر سيناتور الرائعة يحل مشكلة ترحيل الصوتيات هذا ما سنشاهده فيما هو قادم من صفتات العبرة كماربعه ما هزا الجهاز يأتي بمدخل صفتاتwe貙 كي أعدل الجهاز الشعبي افو 20 دولار ووتو 30 دولار هزا الجهاز فيه بتنين مدخل يوص بي ازاي جهاز بميد دولار يكون فيه مدخل صفتاتwe貙 وتفسير المتوضع لماذا هزا الجهاز اسبي واحد ان لصفتات Mullوافunft medava تم دمج فيه الاي سي بتاع الواي فاي فأصبح هزا الجهاز واي فاي داخلي لان اغلب معالجات عالي تقريبا تيجي بانتنة طب يا عم كنت جيبه بانتنة فقال لك انا وفرت لك مدخل الانتنة اللي انت كنت هتشغله وشلته فحطت لك ايه الانتنة خلتها لك جوا الجهاز اوكي مش عارف بس انا شايف ايضا ليه الجهاز مايجيش بثلاث مداخل يوز بي اصلا مش مدخل واحد فحتى هذه اللحظة هناك اشياء في هذا الجهاز ممكن ان تعدل بصفت وهناك اشياء في هذا الجهاز هي عيف الهاردوير الخاص بالجهاز لا يمكن ان يعدل من وجهة نظر المتاضعة هذا الجهاز يحتاج الى 7 او 8 صفتات من اجل عملية تصبيت الجهاز اما العيب التالي الموجود في هذا الجهاز هو برنامج القمر الصناعي اي جهاز يجده رسيفر فيه برنامج اسمه القمر الصناعي اللي هو بتخش تشغل القنوات من عليه ده اسمه برنامج القمر الصناعي سواء جهاز عادي او اندريد في بعض الاجهزة بتلاقي برنامج القمر الصناعي بتاعها رائع وسالس وتقدر تتنقل بسهولة وتضيف وتحزف قنوات واستخدامه سهل فبما ان هذا الجهاز ليس اندوريت وهو جهاز شغل الشاغل للاقمار الصناعية فاذا هذا الجهاز فيه سقل كبير في القوائم الخاصة به تنقل من امر لاخر او اغلاق قناة او فتح قناة عملية بطيئة جدا فهذا ايضا يحتاج الى سفت لتعديل برنامج القمر الصناعي تعديلا جزريا اما التسعير الخاص بهذا الجهاز هذا الجهاز حسب ما اشتريته انا ب1600 جنيه زائد خمسين جنيه مصريف شحن يعني تقدر تقول 90 دولار وبيباع في دول الخليج ب100 دولار طبعا الجهاز ليس قيمة مقابل سعر اطلاقا الجهاز مبالغ فيه اقسم لكم لو هذا الجهاز ممتاز كنت حاطل عول الجهاز روعة جماعة ولحق اشتريه لكن هذا الجهاز من وجهة نظر المتوضعة لا يستحق الشراء اما تقييمي لهذا الجهاز اعطيه خمسة من عشرة وهذا كرم مني بزيادة والله اتمنى اكون هذي المراجعة نالت على اعجابكم وكنتش ضيف سقيل لحضراتكم تقدر تنضم معنا في قناة جدوسات الجديدة اللي هيتم الحديث فيها عن الاشياء المسكوت عليها في هذي القناة لان فيها اشياء كثيرة ما اقدرش نزلها على قناتنا الكبيرة هذي تقدر تنضم معنا لقناة جدوسات واتبعني تحت على مؤسسات التواصل للاجتماعات لاني متواجد بشكل مستمر على التليجرام وعلى واتساب وعلى تويتر مؤخرا يا صديقي ما هو الا عليك ايضا ان تكتب ليه في التعليقات تحت ما هو الجهاز الذي تريد ان نقوم بعمل مراجع عليه لاني نحن عدنا من جديد والمفرمة هتشتغل الجهاز الحلو حالي طلع نقول عليه حلو وكله بالتقنية واتحدى اي جهبز من الجهب ثاني اتحداني في التقنيات الذي تحدثنا فيها هنا في القناة راجع الفيديو مرة اخرى اذا كنت تفكر في شراء هذا الجهاز واشوف العيوب اولا قبل المميزات هل ستتغادى عنها ام لا فكان معكم ابراهيم زعيد الى اللقاء اشتركوا في القناة